بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرسم العثماني القرآن له إعجاز نحن قمنا بمجموعة كبيرة جدا من الأبحاث وبنينا موسوعة في الإعجاز الرقمي على الرسم الأول الرسم الأول أيها الأحبة هو الرسم الذي كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتب المصحف هكذا من دون تنقيط كما نرى أمامنا كتب المصحف هكذا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لا يوجد نقط كما ترون لا يوجد ضم همزة فواصل ونحن أضفنا هذا الرسم لبرنامج إحصاء القرآن الكريم هذا الرسم اعتمدناه طويلا ولكن تبين أن الرسم العثماني الذي طبعا وضيف إليه الهمزة هذا هو الرسم العثماني أيها الأحبة نستطيع تغييره من هنا الرسم العثماني فيه الضمة والفتحة والهمزة وغير ذلك فهذا الرسم تتغير فيه أو يزداد عدد الحروف يعني الألف إذا كان فوقها همزة تختلف عن الألف التي تحتها همزة يختلف عن الهمزة التي على السطر وهكذا إذن نحن لدينا أيها الأحبة نظام يتعلق بالرسم الأول بحثناه طويلا دعونا الآن نبدأ بالبحث عن النظام العدد الموجود في الرسم العثماني طبعا المصحف الذي بين أيدينا هو مطابق تماما لهذا البرنامج هذا البرنامج اعتمدنا عليه على مصحف المدينة المنورة المعتمد وكان مطابقا بنسبة 100% لهذا العمل الذي وضعناه على هذا البرنامج برنامج إحصاء القرآن طبعا أيها الأحبة هذا البرنامج موجود على موقعنا تدخل على الجوجل تبحث عن الكحيل مباشرة تجد موقع الكحيل للإعجاز العلمي وتجد البرنامج على الواجهة الرئيسية تستطيع تحميله واستخدامه بسهولة وهو يعمل على أنظمة الويندوز على الكمبيوتر الشيء المذهل أيها الأحبة أن عدد سنوات نزول القرآن وهو 23 سنة موجود بصورة غريبة في هذا الرسم مع لالم أن هذا الرسم الهمزة والكذا والتنقيط والغير ذلك أضيف فيما بعد ولكن بإذن الله الله لا يسمح لأحد أن يضيف إلى كتابه نقطة إلا بإذنه لأنه هو القائل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا لولا حافظون هذه الإضافات تأتي موافقة للإعجاز الرقمي في القرآن الكريم سنثبت ذلك الآن بشكل دقيق يعني من هنا أيها الأحبة نستطيع أن نعرض سور القرآن لدينا أول سورة هي الفاتحة وآخر سورة هي سورة الناس تمام العجيب جدا أيها الأحبة أن الله تعالى بنى سورة الفاتحة من 23 حرفا أبجديا هنا 23 نفس عدد سنوات نزول القرآن إذن عدد الحروف المستخدمة هنا كم 23 حرفا لم ألف ميم يا نون رائعين كذا إلى آخره طبعا بما فيها بما فيها الألف التي تحتها همزة هنا مثلا غير الألف التي ليس عليها شيء الألف التي تحتها همزة مرتين إذن أيها الأحبة عدد الحروف 23 حرفا نفس عدد سنوات نزول القرآن يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يرسل لك رسالة أيها الإنسان المشكك يقول لك أنا أنزلت لك هذا الكتاب وأول سورة فيه بنيتها من 23 حرفا هي نفس عدد سنوات نزول القرآن طيب قد يقول قائل هذه المصادفة ما الذي يدريني أن هذا الرقم مقصود دعونا نذهب لآخر سورة من سورة القرآن وهي سورة الناس كم حرف بنيت لنتأمل معا أيها الأحبة لنذهب إلى سورة الناس هذه هي سورة الناس هنا آخر سورة في القرآن كم عدد الحروف التي بنيت منها انظروا معي أيها الأحبة انظروا 23 عدد الحروف 23 أيضا نفس العدد يعني كأن الله يريد أن يقول لك أنا بدأت لك هذا الكتاب ب23 حرف أبجد أو هجائي يعني حروف الهجائية طبعا مع اعتبار الألف التي فوقها همزة أو تحتها همزة تعد حسب الرسم العثماني وحسب الكمبيوتر الكمبيوتر هكذا يعد أيها الأحبة طريقة العدد هذه للحروف طريقة إلكترونية لا نتدخل فيها فالله تعالى يريد أن يرسل لك إشارة أنه بدأ أول سورة ب23 حرف وختم القرآن بسورة هي 23 حرف ليقول لك إن هذا الكتاب محكم ولا يمكن لأحد أن يضيف حرفا أو يحذف حرفا لأنه اختار هذا الرقم ليتوافق مع عدد سنوات نزول القرآن طيب هناك آية في القرآن ما الذي يجعلني أنا متأكدا من هذه الحقيقة وأنها ليست مصادفة أيها الأحبة ما الذي يجعلني متأكدا لأنني بحثت عن آية تتحدث عن تنزيل القرآن عبر 23 سنة طبعا هناك آية واحدة في القرآن وهي قوله تعالى سنعرض الآية ونقرأها معا أنا كتبت كلمة جملة جملة هي آية واحدة وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة اعترض الملحدون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لماذا لم ينزل هذا القرآن دفع واحدة مثل ألواح موسى مثل الكتب السابقة لماذا نزل منجما ومفرقا عبر 23 سنة قال تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا من معاني الترتيل عملية التنسيق والصف تقول وقفوا في رتل الرتل هو أن يقف مجموعة على شكل صف أو صفوف فكأن الله يريد أن يقول لك أنا نظمت لك هذا الكتاب بشكل محكم ووضعت لك هذه الأرقام لتجدها داخل هذه الحروف مع أنها غير مكتوبة يعني كأن الله يريد أن يقول لك أن هناك شفرة أو لغة كود كود يعني شفرة موجودة داخل حروف هذا القرآن عليك أن تكتشفها لتكتشف أن هذا الكلام هو كلام الله الحق تبارك وتعالى طيب هنا قد يقول قائل من أين عرفتم أن عدد سنوات نزول القرآن 23 مع العلم أن الآية تقول كذلك لنثبت به فؤاذك ورتلناه ترتيلة ترد على اعتراض المشككين لماذا نزل القرآن على 23 سنة لم يعجبهم هذا أن ينزل القرآن عبر سنوات فالله تعالى بنى هذه الآية من كم حرف أيها الأحبة حسب الرسم العثماني الذي أنت تتحدث عنه تأملوا معي هنا المفاجأة 23 حرف سبحان الله يعني شيء معجز فعلا أن الله يأتي للآية التي تتحدث عن تنزيل القرآن مفرقا وترد على الملحدين رد عليهم لغويا ورقميا تأملوا أيها الأحبة يعني أيها الملحد إذا كان لك عقل تفكر به أعطني سر هذا التوافق العجيب سأعطيك شيء آخر لكي لا أحد يقول هذه المصادفات هناك آيتين في القرآن تبدآن بقوله تعالى إن هذا القرآن يعني آيتان فيهما إشارة مباشرة لهذا القرآن لنكتب معا دعونا نبحث هنا نبحث نكتب إن هذا القرآن طبعا نحن نستخدم الرسم العثماني كما قلنا القرآن فيه أنظمة عددية متعددة كل قراءة لها إعجاز كل طريقة رسم للقرآن لها إعجاز أيضا خاص بها نحن الآن نتحدث عن الرسم العثماني في القرآن ونكتشف هذا الإعجاز كم آية في القرآن فيها إن هذا القرآن يعني انظروا نحن لم نذهب إلى آيات عشوائية لا اخترنا الآية التي تقول لنا ما هذا القرآن إن هذا القرآن انظروا أيها الأحبة كم آية هنا آيةين الآية الأولى هذه هي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الآية الثانية هنا إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون لا يوجد غيرهما في القرآن الآية الأولى أيها الأحبة ركبها الله وبناها من من ماذا نفس عدد سنوات نزول هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي فاستخدم الله ثلاثة وعشرين حرفاً انظروا أيها الأحبة هنا عدد الحروف كم ثلاثة وعشرين إذن الحروف ثلاثة وعشرين حرفاً طب الآية الثانية يعني قد يقول قائل أنت تقول هذه الآية ثلاثة وعشرين ماذا عن الآية الثانية؟ الآية الثانية ثلاثة وعشرين حرفاً أيضاً سبحان الله هذه الآيتين في القرآن لا يوجد غيرهما فيهما بدأتا إن هذا القرآن يعني تأكيد على هذا القرآن ماذا فيه يهدي للتي هي أقوم الآية الثانية يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون أكثر الذي هم فيه يختلفون عفواً كلتا الآيتين عدد حروف كل منهما الحروف التي تركبت منها ليس كل حروف الآية نحن نأخذ الحروف التي تركبت من هذه الآية حسب الرسم العثماني 23 حرفاً نفس عدد سنوات نزول القرآن بالله عليكم هل المصادفة تجعل لنا هذا القرآن الذي أنزله الله مفرقاً ومنجماً عبر 23 سنة فتأتي أول سورة فيه لتتألف من 23 حرفاً أبجدياً وآخر سورة تتألف من 23 حرفاً والآيتان الوحيدتان اللتان تقولان إن هذا القرآن تشيران إشارة هكذا مباشرة إن القرآن وردت كثيراً ولكن آيتان فقط فيهما إن هذا القرآن وكل آية منهما 23 حرف نفس عدد سنوات نزول القرآن والآية التي تتحدث عن تنزيل القرآن وترد على المشككين الذين اعترضوا أنه لماذا أنزل هذا القرآن دفعة واحدة أو جملة واحدة ترد عليهم 23 حرفاً هو عدد سنوات نزول القرآن وهو عدد حروف هذه الآية معدل مكرر والله إن الإنسان العاقل أيها الأحبة ينبغي أن يعيد النظر ويتأمل ويتفكر ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما المؤمن فيجب أن يتأمل هذه الآيات ليزداد إيماناً لا ينبغي لأحد أن يقول ماذا تنفعني ماذا ينفعني هذا الكلام الله تعالى يقول لك وقل الحمد لله سيريكم آياته سيريكم هذا خطاب ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة فقط لكل البشر حتى للملحد ولكن المؤمن يقول الحمد لله الملحد إذا لم يكتب له الهداية يزداد إنكاراً لك أيها الإنسان كم آية رأيت من هذا القرآن الآن إذا سألت نفسك وقل الحمد لله سيريكم آياتي اسأل نفسك أنا كم آية كم معجزة رأيت من هذا القرآن فهذه الآية تدل على أن هذه المعجزات سواء في الفلك في الطب في البحار في الجبال في علم النفس في التاريخ في الأرقام كلها آيات لا ينبغي لأحد أن يجحدها لأحد مؤمن طبعاً أو ينكرها أو يقول لست بحاجة لها إذا لم تستوعب إذا عقلك لم يستوعب هذا الكلام وليس لديك خبرة في العد والإحصاء واختصاص في الرياضيات فلا تتكلم أصمت من كان عملاً بقولي حبيبك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته